إذن أيام تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر الحالي ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل أحمد صبح من تونس في هذه النافذة الإخبارية أحمد كيف يبدو المشهد الانتخابي لديك إذن؟ نعم خالد شكرا لك والزملاء في القاهرة أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة اليومية التي تأتيكم من العاصمة التونسية تونس اليوم نرصد لكم المشهد الحملات الانتخابية والدعائية المترشحين لمنصب الرئاسة والتي بدأت في الثاني من شهر أيلول سبتمبر الألجاري ما رافق هذه الحملة في أريامها الأربع الأولى حتى الآن كثير من المخالفات الانتخابية كثير من التراشقات والاتهامات بين المترشحين أيضا فضلا عن تمزيق صور وبيانات لبعض المترشحين لإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا السيد لطفي بن صالح الكاتب والبحث السياسي ألم بك سيد بن صالح بداية أربع أيام من بداية الحملة الانتخابية هذا التراشق الإعلامي الكبير والتبادل الاتهامات بين المترشحين وتمزيق صور وبيانات بعض المترشحين إلى أي درجة يؤثر على المشهد الانتخابي وربما على الطعون مستقبلا في الحملات الانتخابية وربما يؤثر على النتائج التي ستخرج بها أو سيخرج بها الدورة الأول أقل من هذه الانتخابات الرئاسية مساء الخير نعم بالفعل أجواء تبدو ظاهريا ساخنات تبدو حرارة انتخابوية ربما تبدو للعديد أنها عادية وطبيعية بحكم الظروف التي تعيشها أو يعيشها بلد الذي سيشهد انتخابات من نوع خاص بين معاقفين لكن قد تصبح مثل هذه المخالفات الانتخابية مثل هذه الأجواء قد تصبح غير عادية أو غير تبعية تعتبرها حتى الآن هي حالة صحية حالة تتماشى مع الأجواء الديمقراطية أم هناك مخالفة للقانون ولما أقرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المستوى الخطابي للمترشحين الرئاسية واتهاماتهم بين معاقفين لبعضهم البعض سواء بالفساد أو يعني وكأن هذا يقول للآخر يعني كل منافس يقول للآخرين سأزج أو يمكن أن أزج بكم في السجون إذا حصلت على رئاس الجمهورية هذا هو المشهد الهزدي ربما السريالي ولكن هذا السجال بين المترشحين ألا يفيد الشارع التونسي المربك والمشتت بين 26 مترشحا لهذه الانتخابات أن يختار الأفضل وأن ربما تكشف أوراق جميع المترشحين عبر هذه الاتهامات بقدر ما هذه الأجواء يعني يمكن أن تعكر صفو اختيارات المترشحين عفوا الناخبين وتزيد في غموض المشهد وفي غموض اختياراتهم لمنافسين دون آخرين أو لمترشح دون آخرين بقدر ما هي أجواء قد تكشفوا كما قلنا عن أوراق قد تكشفوا عن حقاقة شهادها البلاد أو شهادتها خلال الفترة السابقة وكذلك الرهنة عساهم يعني المترشحون كلهم أن يكشفوا بعضهم بعض للشعب لكن الكلمة الأخيرة إذا كانت لواحد أو اثنان أو اثنين يعني يوم 15 السبتمبر فستكونوا لاثنين هما كذلك يعني متهمين بعدة اتهامات هذا هو الإشكال إذن هل سيعتبروا هذا هو التسائل يعني اختيار هل سيعتبروا اختيار الشعب في آخر الأمر في الدورة الأول هل سيعتبر هو كذلك مغشوش أي أنه سيختار فاسدين من الفاسدين بين معاقفين طبعا دائما ولكن ربما شهدت الكثير من البيانات التي أدل بها بعض المترشحين سيد عبد الكريم أزبيدي ربما فجر قنبلة عندما تحدث عن محاولة انقلابية حقيقية كان يقوم يقودها بعض الكتل في البرلمان التونسي في يوم الخميس الأسود الخامس والعشرين من تموز الماضي يوم وفاته الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أيضا هناك سيد حماد الجبالي ربما رئيس الوزراء السابق تحدث عن كشف بعض الأمور تتعلق بدعم قطر وتركيا لحركة النهضة كيف سيؤثر هذا على خيارات الناخبين وعلى المشهد الانتخابي كل هذه الأسرار التي إنجاز التعبير التي تفتح وتفتضح أمام الناخب التونسي إجمال أنه باقتصار كل مترشح له سلاحه بين معاقفين له خطابه له أوراقه التي يريد أن يكشفها مثل ما كنت تتحدث فمثال يعني باختصار عبد الكريم زبيدي لما كشف أن كانت هناك ما يسمى بالخميس الأسود وكانت هناك محاولة انقلابية في البرلمان وكان هو سيصدها بالجيش يعني وما إلى ذلك هذا يعني طلقاه أو طلقفها التونسيون بكثير من الاستحسان لكن هناك من التونسيين من يسألوا زبيدي أين كنت يعني عندما حصل هذا إذن كما قلنا وجهيني أو وجهاني لكل خطاب كذلك حمضي جبالي أن ننسى هنا يختلف الأمر المنافس الآخر هو ليس بالبعيد عن حركة النهضة هي مجرد مناورة عندما يتحدث أنه أو يعدو مجرد وعد بأنه سيكشف يعني عن دعم تركي قطري للحكومات السابقة وما إلى ذلك ربما من الأسرار التي سيتساءل التونسيون يعني لماذا أخفاها في السابق وهو رئيس الحكومة الفاشل منذ سنة 2011 وربما تصيبه هذه الاتهامات هو نفسه وليس فقط حركة النهضة الآن نأتي إلى دور المال السياسي والحملات الانتخابية وما تحدث عنه البعض يعني المترشح الرئاسي المستقل سيد أحمد صافي سعيد قال إن هذه الحملات الانتخابية وهذه الأجواء تحولت إلى سوق خردة تعودت يعني مثل هذه الحملات الانتخابية بصراحة يعني تعودت تونس على وجه الخصوص يعني حتى في سنة 2014 وكذلك في سنة 2011 على مثل هذه الأمور لكن هنا الأشكال الأشكال حسب رأيه يتعلق بقانون الانتخابات قانون الانتخابات يحضر أو يمنع مثل هذه المخالفات حتى فيما يتعلق بالتمويل أو بالمال السياسي الفاسد بين معاقفين لكن كيفية تفعيل أو معالجة مثل هذا الأمر إذ أن القانون الانتخابي في تونس مثل لا يمنع المترشح من الحصول على نتيجته في الانتخابات إلا إذا ثبت يعني أنه استعمل ذلك المال السياسي هنا إشكال إذن إشكال هو خانوني لكنه متلحف بملابسة سياسية سياسوية تعود عليها التونسيون كما تعود عليها وستجر الانتخابات حتى ولو كان هناك فسد ماليا نعم أشكرك جزيلا شكر السيد لطفي بن صالح الكاتب والمحلل السياسي شكرا لوجودك معنا إذن هذه الأجواء حتى اليوم غدا بإذن الله ننضم إليكم في نافذة جديدة من العاصمة التونسية تونس إلى الزملاء في القاهرة إليكم خالد واهبة شكرا لك أحمد صبح راصدا لنا المشهد الانتخابي في تونس قبيل الانتخابات الرئيسية شكرا لك ولضيفك الكريم شكرا لك